ولمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا من مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري بعد التحية أحمد يعني ضعنا في أجواء جلسة عمل أو الجلسة السابعة تحديدا لمجلس أمناء الحوار الوطني وأبرز الملفات التي ستضمنها في الفعل يعني بعد ظهر اليوم انطلقت الاجتماعات السابعة هنا في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب للحوار الوطني بعد أن توافد أعضاء الحوار الوطني والمقررين والمقررين المساعدين بدأ الاجتماع بجلسة تعرفية بين المقررين للجان والمقررين المساعدين فكذلك تم الاستماع لمختلف الأراء بين مختلف مقررين اللجان الذين يشاركون في الحوار الوطني الآن يتم التوافق والاتفاق على لائحة عمل اللجان الفرعية نحن نتحدث عن ثلاثة محاول رئيسية للحوار الوطني المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي المحور السياسي يضم خمسة لجان وهذه اللجان الخمسة التابعة للمحور السياسي فيها مقررين عموميين ومقررين مساعدين بالإضافة إلى أن المحور الاقتصادي يضم ثماني لجان أيضا هذه اللجان أيضا تضم مقررين عموميين ومقررين عموميين مساعدين أما المحور الثالث والأخير هو المحور المجتمعي ويضم ست لجان يضم أيضا مجبوعة من مقرر اللجان وأيضا مقرر عمومين مساعدين تم التعرف ما بين هؤلاء المقررين جميعا ويتم الآن في خلال الجلسة السابعة التوافق على عمل هذه اللجان ووضع المهام المنوط بهذه اللجان تحديدا لبدء الحوار الوطني في مختلف القضية التي تخص الوطن إجمالا الاجتماعات تسير بشكل متوازن كما تعبعنا من عضاء اللجان الذين يخرجون من جلسة الاجتماعات ونناقشهم لنتعرف ما الذي جرى وما الذي يحدث ومن المقرر بعد قليل أن يتم إصدار بيان من الأمانة الفنية للحوار الوطني تعلن فيه ما أصفر وما انتهى إليه الاجتماع السابع من اجتماعات الحوار الوطني نتابعه معكم لحظة بلحظة وننقله إليكم إليكم زملائي في مستوى ننتظر هذا البيان شكرا جزيلا لك أحمد الحسيني مرسل التلفزيون المصري شكرا جزيلا لك